شرح مبسط فيروسات أم باكتيريا فيروسات أم باكتيريا ما هو الفرق بينها في الواقع؟ بشكل نهائي طبيبك فقط هو الذي يستطيع أن يحكم على ذلك دعي الطبيب يقوم بفحصك الفيروسات أو الباكتيريا تكون غير مرئية ويمكن أن تتسبب في المرض معد ذلك فليس بينها صفات مشتركة كثيرة إذا تسببت الفيروسات على سبيل المثال في الإصابة بالبرد يتحدث الإنسان عن نزلة برد الأعراض التقليدية لنزلة البرد تكون في الغالب ارتفاع درجة الحرارة وغالبا تحت 38 درجة يضاف إلى ذلك السعال والزكام وآلم الأطراف كيف يمكن معالجة عدوى فيروسية؟ المضادات الحيوية تكون عديمة التأثير في حالة النزلات البردية الناجمة عن الفيروسات إذ لا تؤثر عليها مطلقا إلا أنه توجد أدوية لتخفيف الأعراض وتقوية الجهاز المناعي يساعد في ذلك أيضا النوم الكثير والشرب بشكل كاف وللحماية من بعض الفيروسات يوجد تطعيم على العكس من ذلك تتسبب البكتيريا غالبا في التهابات بالقرب من موضع دخولها إلى الجسم المواضع التقليدية التي تصاب هي الجيوب المجاورة للأنف والحنجرة والبلعوم علامات العدوى البكتيرية هي حدوث آلام في الموضع الجسدي المصاب وكذلك الحمى غالبا لما يزيد على 38.5 درجة أيضا في حالة البرد الناجم من خلال البكتيريا قد تكون الأعراض السعالة والزكام هنا يستطيع الطبيب فقط إعداد التشخيص الصحيح للنزلة برد من خلال الفيروسات أو من خلال بكتيريا المواد الحيوية تمنع من تكاثر البكتيريا أو تقتلها وبذلك قد يكون لها تأثير ضد العدوى البكتيريا وكيف أحمي نفسي وأحمي الآخرين في الحياة اليومية من الفيروسات والبكتيريا احرص في المقام الأول في أوقات الإصابة بالبرد على الالتزام بقواعد النظافة الصحية البسيطة احرص في الأماكن العامة على الالتزام بالابتعاد مسافة متر ونصف المتر عن الأشخاص الآخرين واستخدم آداب السعال والعطس الأيدي تنقل بشكل خاص مسببات الأمراض غسيل الأيدي مسبقا وبشكل دقيق بالماء والصابون يمكن أن يساعد على الحد من خطر العدوى تناول المضادات الحيوية فقط إذا قرر الطبيب ذلك ولا تتوقف عن تناولها قبل الموعد المحدد بهذا تساهم في تجنب مقاومة البكتيريا للأدوية وتحد من المخاطر والأعراض الجانبية المحتملة الأفضل أن لا تترك الأمر حتى يصل إلى حد الإصابة بالبرد في حالة الصحة الجيدة اعمل على دعم القوة المناعية الذاتية للجسم من خلال الفيتامينات والتغذية الغنية بالمواد الغذائية والرياضة والنوم بشكل كاف في حالة وجود استفسارات عن الفيروسات والبكتيريا وعن العلاج يرجى التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي تعريف المبسط